الآن الكلمة للسيدة النائب نادية إحداد المولودة عمرون شكرا سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس السادة الورصراء الإعلام السيدات والسادة النواب السلام عليكم الزول فلاوين لقد عانى الاقتصاد الوطني وما زال يعاني منذ السبعينيات من عدة اختلالات والذي جعل صادراته أقل تنافسية في السوق العالمية مع تفاقم الضغط السياسي الذي عمل لعزل البلد أمام التنافس الخارجي لذلك لا تزال الجزائر حتى يومنا هذا خارج منظمة التجارة الدولية فاقتصاد يعكس الطبيعة المتخشبة للنظام فالصلابة السياسية التي لحظت خلال أحداث بما سمي بالربيع العربي جاءت على حساب إنفاق حكومي موسع مولته العوائد النفطية المتقلصة لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى وضع مالي سريع ما أصبح وضعا كارثيا فاقتصادنا سيد الوزير غرق في بحر من فساد في توحش الإدارة هذا ما يعيق أي تنمية فعلية هناك هناك تبعية اقتصادية تامة في الغذاء في الدواء في الخدمات في السلع كله يستورد بأموال سونطراك كل القطاعات الزراعة السياحة الصناعة تعاني ولا تخلق أي ثروة أو تشغيل منتج فالسياسات الاقتصادية المتبقة هي سياسات خبط عشواء غامضة ترقيعية بدون رؤى واضحة كل أدواتها بيد السلطة التنفيذية فلا تشريع برلمان قوي يشرع للتجارة الخارجية ولا عدالة قوية تحميها من الانحرافات حتى لا تكون عرضة لنزوات ولمصالح المافيا واللوبيات إن مشروع قانون المالية لهذه السنة هو قانون خارج القوانين وهذا ما حمله من قرارات كإعدام للحس الاجتماعي فالمواطن المغلوب على أمره هو من يدفع ثمن هذه المؤشرات السوداء كضرائب ورسوم على البنزين الماء الكهرباء وحتى قسيمة السيارات إنما تعيشه الجزائر سيد الوزير هي أزمة حقيقية على المستوى الاجتماعي وإرهاسات على المستوى الاقتصادي في ظل في ظل تضخم تعدى خمسة في المئة وانهيار القدرة الشرائية بنسبة خمسين في المئة خلال أسابيع فقط إن هذه المؤشرات تنبئ أنها بداية لتأسيس نظام قطاعي جديد في الجزائر وأستغرب تحميل الحكومة مسؤولية التبذير للشعب ومطالبته بالتقشف وربط الأحزمة فيما تتجاهل وتتناسى من هو المتسبب الرئيسي في سوء تسيير المال العام وتهريب العملة وغياب كل للإنتاج الوطني البديل خارج المحروقات إن اعتماد الحكومة تمويل للمشاريع الشعبوية الصماء بميزانيات مضاعفة وخيالية كطريق السيار الذي التهم أكثر من عشرين مليار دولار على حساب مشاريع اقتصادية منتجة أين ما صير سيد الوزير مئة مئة مليار دولار والتي تم تخصيصها للاستثمار خلال عشر سنوات الأخيرة استثمارات لم تأتي أكلها من بينها 4000 مليار دينار لدعم الفلاحين من رفع الإنتاج إلا أنها حولت لغير وجهتها الحقيقية مع تضخيم فواتر الاستيراد بما يزيد عن 30% من سعرها الحقيقي والتهريب 18 مليار دولار سنويا من العملة الصعبة خارج البلاد برغم أيضا إنفاق 800 مليار دينار لم يصل معدل النمو 4% وهذا ما يؤكد الفشل والعجز في الميزانية إن عدة مواد حملها هذا القانون الشؤم على رأسها المادة الستوستين الذي تعبر عن تغيير في العقيدة الاقتصادية والمادة 53 والتي مهدت للتنازل على العقارين الفلاحي والصناعي بدل حق الانتفاع المعمول به سيد الوزير هذه المواد وصمة عار تمس السيادة الوطنية إن المستفيد الوحيد والأوحد من التسهيلات هم المستوردون الجزائريون أصحاب الحاويات القادمة من الصين والذي كشف أنهم يستطعون تأسيس شركة في ظرف 15 دقيقة وجني أرباح بعشرات المليارات وهذا من خلال التحايل والتضخيم الفواتر إن همهم هو الحصول على المزيد من الإعفاءات الجمركية والضريبية والجبائية في حين ما يقدمونه للاقتصاد الوطني ضعيف وضعيف جدا ودليل حجم صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات والمقدرة بـ 2 مليار درار والتكبيد ما يفوق 200 مليار دينار جراء الغش والتهريب الضريبي سيد الوزير المجتمع يحتاج إلى سياسة اقتصادية تساعده على العمل والإنتاج لكسوة نفسه لتوفير غذائه توظيف مواده الطبيعية المالية والبشرية لا لسياسة الكسل لا لسياسة اللهث وراء الربح السريع التجار الكبار المقاولون الكبار الأغنية شكرا السيدان